فرح في وقت عم تزداد في عتبة القلق عند الكتير مننا بسبب جائحة كورونا العالمية وإعداد الإصابات عم تزداد يوم بعد يوم قد يشكل القلق والخوف شرارة لخفض مناعة الجسم والصحة النفسية حاجز دفاعهم للجسم لابد أن نحافظ عليه في وسط الأخبار المتضاربة عن فيروس كورونا كيف ممكن نعزز الجانب النفسي وما هي الخطوات لنستقبل عيد الأطحى هذا العام بصحة نفسية عامة هذا الشيء رح نحكي عنه مع دفتنا رولاسة داوي اختصاصية في علم النفس يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا صباح الخير دكتورة وأهلا وسهلا فيك اليوم عم نحكي عن موضوع يمكن صار منتشر وعمل نفسي يمكن عند كل الناس القلق نتيجة هاي الظروف اللي عم نمرأ فيها سواء من جائحة كورونا أو غيرها من الظروف والضبوط خينا نختص بهذه الجائحة اللي عم تسبب قلق وحالة يمكن عند بعض الأشخاص من الهلع كيف عم بتأثر على الصحة النفسية اللي مثل ما قالت سمر يمكن هي خطة دفاع الأول وممكن بتأثر على المناعة بنفس الأول بداية صباح الخير للجميع واقعا حاليا الصحة النفسية بدأت عند الأشخاص عم تتراجع شيئا في شيئا هلأ هو السبب الأساسي هو الوضع مؤلم ونحن قلنا فيه جائحة وهي عالمية لكن البعض عم يوتر نفسه يعني هو مو مصاب وممكن يكون هو أخذ اللقاح مثلا سابقا نحن بتعرف في بداية الفصل الشتاء بناخد لقاحات للقريبات وهيك لكن هو مجرد أنه في هذا الأمر مو بس عم يوتر نفسه كمان عم يوتر عائلته معارفه وأصدقائه هلأ هو في عنا مشكلة لحنا أنه الناس بتفقت الاهتماء بصحة النفسية يعني بتعتبر أن الصحة النفسية هذا أمر يعني ثانوي وهو أساسي أغلب الأمراض أو ما حد نقول أغلبها عديد من الأمراض ما نشأها هو نفسي نفسي تمام خلينا نحكي كمان بشكل أكثر كيف صحتنا النفسية بتأثر على صحتنا الجسدية بيقولوا مثلا الشخص مثلا إذا كان كثير موسوس أنه أنا بدي يصير معي كورونا بدي يصير بدي يصيبه الكورونا هكي يعني هذا مشهور عم يلقن عقله الباطن خلينا نحكي عن هذا الجانب تمام هلأ هو في نقطة مهمة كتير بذكرها أنه الإنسان لما مثل ما هلأ زكرنا بيلقن عقله أنه أنا إذا كان شيء إيجابي أو شيء سلبي يعني ممكن مثلا بعض الأشخاص بيلقنوا نفسه أنه هو الآن مرتاح اليوم نفسيا مرتاح مثلا عنده فترة امتحانات لا هو بدي ينجح ويتخطى هالصعوبات نفسيا بشهر براحة وبصير فعلا وقت الدراسة عنده هالإقبال على الدراسة والراحة النفسية بالمقابل العكس السلبية لما بيكون هو عم يلقن نفسه أنه هو بدأ ينصاب هو يلح يمرض هو أكيد منصاب في ناس مو بس لح ينصاب هو أكيد مصاب وأكيد أنه راح يموت أنت بتعرفي أنه هذا الفيروس هو أمر صعب لكن هو يعني ممكن الناس كتير تنجم منه في ناس حسب إذا كانت عندها أمراض مزمنة أو كبيرة بالسن لكن إذا بدأ يلقن نفسه أنه هو راح ينصاب وأكيد راح يمرض معناته هو راح يمرض يعني ممكن ما يمرض بالكورون يمرض بشيء أزمة قلبية أو وسواس قهر يصير معه أو اكتياب أو إلى مع آخره فلذلك نحن في نقطة من أولى جدا ضرورية أنه هو يلقن نفسه أنه يكون فيه عنده نوع من الراحة النفسية معنا نقول راحة تامية لأنها راحة تامية بشكل عام أكيد هذه الضغوطات فيها يصير عنا قلق وتوتر ما بننكر هذا الأمر بس بينما يصير عنا قلق وتوتر بشكل جزئي بينما يكون بسيطرة على كل حياتنا لا أكل ما أكل ولا نوم لا نوم فهي نقطة كثير مهمة نعم يعني اليوم الناس ممكن اللي يسمعونا ممكن يقولوا أنه الكلام النظري ممكن يكون السهل بس داعي على التطبيق شوي صعب خاصة عند الأشخاص سليمتل ما قالنا شوي موسوسين كيف منقدر نحن يمكن بكلمات مفتاحة يمكن بتصرفات معينة يمكن بمعرفة بعض الأشخاص الإيجابين كيف منقدر نحن ندعم حالنا ونقوي صحتنا النفسية بوجود هذول الأشخاص وحتى كم بالكلام اللي بنحكي مع حالنا هلأ الإنسان فيه نحن دوما من قول لا تنسى نصيبك من الدنيا يعني في نقطة مهمة في بعض الأشخاص بيهملوا صحتهم النفسية بيهملوا حياتهم بيهملوا الأمور الإيجابية تعطيهم طاقة إيجابية وطاقة نفسية عالية يعني عندك الرياضة عندك الحمام الدافئ يوميا عندك تبديل لو قاعد بالبيت ما يضل بنفس لباس النوم هذا بيعمله توتر داخل وما بيشعر بيشعر أنهم يتضايق وما عارف ليش هاي بشكل عام نحن عم نحكي بغض النظر فيه كورونا أو ما فيه كورونا هذا بشكل عام يروح يمشي إذا فيه مجال فيه ممارسات مثلا رياضات بالبيت منزلية فيه عندهم ممكن أحيانا بتواصل مع صديق بيقرأ كتب معينة أحيانا حتى أنا بنصح بعض طلابي ومعارفة أنه يتفرجوا على بعض المقاطع اللي بتخفف الإيجابية بتخفف أنه حتى المضحكة أحيانا مثل ما كانوا يشوفوا أحيانا قديم مسرحيات أو برامج أو فكاهية لو باليوم خمس دقائق بس هي بتعمله هيك شوي تخفف الاسترس اللي عنده هذا مو غلط ولازم وضروري ما يضل بجو القلق والاكتئاب والتوتر حتى ما نصل لمرحلة بدل كورونا مشكلة نفسية متأزمة وعلاجة قد يطول سنوات أكيد دائما نحن بالعيد بننتظر العيد الفرحة بتعمل أجواء بكل مكان وحتى نفسية الأشخاص بتكون غير مع العيد هلأ هاي السنة كمان مثل ما حكينا زرب استثنائي والوضع صعب كيف فينا نعزل صحتنا النفسية لنستقبل العيد لو مو مثل كل السنين القبل نستقبله ونحسها بفرحة العيد برأيك هلأ هو العيد أنا بقول بغض النظر العادات اللي كانت عنا زيارات وهيك بشكل عام العيد حتى أنا من جو أكون مرتاحة نفسيا وسعيدة الأولاد ما لونزنب يعني أولادي بالبيت أو والدي والتي مثلا إذا أنا كنت غير متزوجة ما لونزنب عيشهم بحالة القلق لازم يشعروا فرحة العيد لو بأقلها أنه نحن محتفلين بالعيد ببيتنا ما منان نروح نزور ولا حدا يزورنا بهالسبب هذا الوضع بس أشعر أولادي أنه نحن فعلا بالعيد جبلهم مثلا إذا بقدر باستطاعتي طبعا بقدروا جبلهم شيء إذا أقلها ممكن نوع حلويات أقلها شكلة بس أنه هن يشعروا أنه فعلا إحنا عنا هلأ جو مميز يعني حتى لو ما في زيارة حتى يشعروا يخففوا هذا الضغط الولد ما بيقدر والكبار بالعمر مسنين ما بيقدروا يعني يكونوا عندهم العيد بيستنوا باللحظات يعني وبالثواني أنا بقول فنحن بنحاول بشكل عام نحن هالفترة حتى لو كنا بالبيت بنقدر مثلا نقدر نعمل جو نوعا ما فيه تخفيف من هالتوتر والضغط اللي نحن عايشين فيه أكيد زيارات ما فيها لنقدر نكون بمكان مثلا طبيعة تعال في بعض الأشخاص بيروحوا مثلا إذا عندهم مكان أو حتى طبيعة ممكن ما نروح للاختلاطات والتجمعات لأن هذا بدي أثر سلبان بدي أثر ينعكس على صحتنا ونفسيتنا نعم برأيك دكتورة أكيد كيف الأشخاص ممكن بيقدروا ممكن من قلب هالأزمات أنه يخلقوا الشخاص لألون يدعموا نفسهم بطريقة إيجابية هذا بتختلف من شخاص لآخر ومن عقلية للتانية ومن ثقافة للتانية خبرين عن هذا هلأ مثل ما ذكرنا قبل قليل أنه الإنسان هو بدي لقن عقله الباطني ولقن أفكاره أنه أنا بدي يكون دائما بحالة ما رح نقول كتير مرتاحة بس نوعا ما متوازنة حتى حافظ على صحة النفسية في موارض عنا كورونا في أزمة في وباء الآن لكن بالمقابل في احتياطات في إجراءات عن التخزاء لازم نتخزها نتابع معلش أخبار وزارة الصحة ما نروح ندور وين في أخبار هيك ونلقوة من الوسائل العالمية ونقول ها شوفوا هون لا لا خلينا حتى نحنا نشعر براحة ونهتم بصحتنا بغذائنا برياضتنا أنا بقول لهم حتى فنجان القهوة هذا بيعمل لي طاقة إيجابية بنسبة إلي يعني فهي حتى هي حتى هي بتعمل طاقة إيجابية وراحة نفسية عالية إن عزز أنا بقول دوما حتى لأولاد الكافئ نفسك أنت اليوم أنجزت درست كافئ نفسك بأي شيء أنت بتحبه هذا بيخفف التوتر الحياة صعبة وكل إنسان عليه ضغوطات وتوتر نحنا ما بننكر هالأمر بس مو نروح ننجرف وراء تيار الخوف وصير عنا اكتئاب كتير ناس بتموت بالاكتئاب بأزمات قلبي وهي مو منصابة بكورونا فلذلك نحنا بننخفف نلقي أفكارنا أنه أنا بدي دوما كون متوازن معتدل ابعد عن هالتوتر واللي موجود ومو أركض ورا ومو أسمع الأخبار وبتاعتنا الأشخاص السلبيين لأن هدول اللي حالهم عالم تاني يعني الأشخاص السلبيين أكيد مثل ما قلتي عالم تاني وكتير بيأسروا علينا بشكل كتير سلبي خلينا نحكي عن الأشخاص اللي عندهم طاقة إيجابية أشخاص نصابوا بالكورونا بس كانت طاقتهم حلوة وقدروا يشافوا منا بفترة قياسية وبسرعة خلينا نحكي قداش الصحة النفسية بتأثر على الشفاء تماما هلا هو حتى غير الكورونا عديد من الأمراض هي الصحة النفسية واللي بتكون نوعا ما إنه الإنسان متصالح مع نفسه وراضي بهذا الواقع وقدر يتجاوزه بيشفهم يعني عديد من الأمراض كتير من الأمراض فلذلك حتى القريبات يعني هي فيروس بالأول والأخير فهو بدأ يكون يحاول يقوي نفسه يقوي منعته النفسية يقوي نفسه يقدر يستطيع يتخلص من هذا الأمر هلأ الأشخاص الإيجابيين اختلط فيهم حتى إذا أنا عندي صديقة هي عندها مراحة بتخفف الضغوطات ما عليش لو ما بدي اجتماع معها بسبب الابتعاد وبسبب التباعد الاجتماعي بس ممكن تواصل على الوسائل التواصل الاجتماعي ما يكون أنا أركض بالوسائل التواصل بس لحتى أخذ أخبار السلبية لا وإنشرها كمان بينشرها والأسرع من يبين قول الخبر وبين شوق نقطة كتير مهمة فعلا دكتور ركنة يمكن عم نحكي عم نسمر تحت الهواء أنه دي اليوم فعلا هاي الأخبار بتدمر صحتنا النفسية وتعمل اكتئاب بدون إحنا لسه ما يسيبنا أي شيء مجرد نحنا نقرأ نشوف هؤلاء الأشخاص أواتياريت كمان بيأخذوا الخبر بيأخذوا بيزيدوا بيبهروا بهذا الخبر حتى بيصير بسبب كان أزمة عند الأشخاص وهم ما في مصدر موصوق بس مجرد أخذوا نسخوا لصق يعني هاي المشكلة عم نعاني منها وهي المشكلة عم تزيد الهلع والخوف والتوتر وحتى عم يصير وسواس قهري لدى الناس يعني زيادة عم يصير عنده فصرنا بزادة العلاجات والآن بأزمة الكورونا زادت عن سابقا يعني كان سابقا الواحد عنده مشكلة نفسية ممكن ندرس تاريخ الحالة الآن لا يوميا عنا حالات عم نعالجة لأنه بسبب الخوف والهلع الزائد يعني يعني أكيد نحنا مثلنا مثل غيرنا خايفين ومحتاطين بس مو الخوف والهلع وتوتر واضطرابات بالمعدة فكتير هاي عم يعانوا منها أكيد هلا نحنا عنا أشخاص يعني من قسمين لقسمين عالم عندهم لا مبالاة بالمرض وما في عندهم لا خف ولا قلق وعالم عندهم هاد الشي طيب انت شو برأيك شو ممكن تنصحي النوعي من الأشخاص يعني يندمجوا مع بعض لازم يندمجوا مع بعض بشو الطريقة لنقدر ندمجون هلا بشكل عام التوعية الصحية جدا ضرورية الآن فيه كتير برامج فيه كتير بتطلع حتى عنات حتى يعني بالعالم الافتراضي توعية تسقيف إنه نكون نحنا ما من نقول لا أكيد ما فيه أنا إذا قلنا يصيبنا إلا ما كتب الله ولنا أكيد هاي بس أنا بدي أخذ بالأسباب بدي أحطات هذا أمر يعني واقع بدنا نعيده أول أزمة كورونا كان فيه نظافة شخصية زايدة كان فيه تباعد مكاني كان فيه عنا كتير إشياء ونضل عليه بس الأشخاص اللي مبالين هلا عم بيقولوا لا خلاص عادي عايشين حياتهم طبيعي لو بيعرفوا بهالمكان فيه أشخاص معهم كورونا عم بيروحوا وعم يجوا يعني حتى قلتلك لا عم بيحطوا للقلابس ولا الكمامة ولا بأي شيء يعني عم تعملوا هناك تتحدى بتعمل نوع من التحدي إنه أنا هشوفه منصبت هو صح ممكن هو شباب بس قد ينصب وإذا أنت منصبت ممكن تنصب وما تشعر أنك نصبت وتجيك أعراض خفيفة لكن تصيب والديك والديك أعمار كبيرة فهو يكون عنده وعي هذا الوعي ضروري بنرجع لكلامنا الثقافة ثقافة الوعي الصحي نحن بالأسف بعض الأشخاص مثل ما ذكرت حضرتك فاق دينا لأنه هن عندهم من التحدي فيه نحن بناخد بالتعليمات هذا أمر ضروري يعني صار علينا واجب أنا ما بعد بقول أنا برأيي صار واجب هذا مو بس حفاظ على نفسي حفاظ على الآخرين يعني هاي واجب بدنا نحن نمشي بهذا الأمر يعني ما بيصير نحن نخل عنه هذا أمر ضروري إذا مو مشاني مشان أولادي مشان مثلا والدي إذا كنت أنا موجودة معهم فهذا أمر كتير ضروري نعم يعني دكتورة حاولنا قدر الإمكان أنه نوجه نصائح لنوعين الأشخاص اللي ذكرنا هون بعيدا يمكن عن الأشخاص المعتدلين يمكن سماري اللي عم ياخدوا الأحتياطات وأيضا يعيشوا حياتهم ويمرسوا أعمالهم بشكل طبيعي لكن ضمن الحدود وضمن المسموح والنصائح المسموحة بدنا نقل لك شكرا كتير لك دكتورة وشكرا لك للمعلومات اللي قدمت لنا ياها نتمنى فعلا يكون في هذا الحرس من قبل جميع الأشخاص شكرا لك دكتورة وأكيد منتمنى صحة والسلامة للكلو والله يشبيك للمرضى شكرا لك وانت بخير